كان من عنايته بالإصلاح اهتمامه بقضايا المسلمين لما دارت رحل حول أرض الحجاز بين الأشراف الذين كانوا يحكمون أرض الحرم في ذلك الوقت بين الملك عبد العزيز الذي كان يحكمونه تدى الأمر وجه رسالة شيخ سلمان باشا البارومي وحمله مسئولية القيام بالصلحين الطرفين حفاظا على أرواح المسلمين وصونا للحرم الشريف أعصر الإمام هذا الرجل الذي يلبس الرث من الثياب الذي هو في مظهر الفقراء رآه يمشي على قدمين من ناس أخبان فرزل الإمام عن راحلته وقال اركب هذه الراحلة فأصر الناس على أن يركب رواحلهم وأصر الإمام على أن يركب راحلهم وغبر الإمام قدمين فشى على الأقلام والرجل راك وظل وقتا طويل والناس يقولوا له فإن الإمام أعياه مش ويقول هذا الراحلة ليست منكم وإنما هي من الإمام وأنا أستمع على ركوبها هذا دور الإمام في حياة الناس وفي تربية الناس وفي مكابلة أمور الناس